الناس اللي عايزة موبايل عمل اقتصادي تحت الميت دولار شكل اداء وسوفت هور مقبولين بطارية مقبولة في الاستخدام شاشة تسعين هيرتز دخال يا مومن ولا ما تتخيلش الموبايلين قدامك هم الاول ريلمي نوت خمسين والتاني ريدمي اي سري واكتر حاجة هتعجبك التصميم بتاعهم جميل جدا وما يدلش ابدا ان سعرهم رخيص كل اللي قلته ده تحت الميت دولار انا طارق مردي والنهاردة هنعرف كل حاجة بتفصيل عنهم شكل العلب ريوش وجميل مش محتاج كلام كتير مش هتلاقي تجربة استخدام افضل منهم بالسعر ده تجربة متكاملة تصفحهم مشاهدات والعاب تحت ميت دولار مع تسعين هيرتز التجربة مش طبيعية كأنك بتستخدم موبايل فيها متوسطة ريلمي بيجي مع بروسسور اسمه محتاج حفز شوية يونيسور تايجر تيس وتمية اتناشر مع معالج الرسوميات مالي جي سبعة وخمسين اما ريلمي بيجي مع بروسسور سهل شوية هيليو جي ستة وتلاتين مع معالج الرسوميات الباور في ار جي اي تمن تلاف تلتمية وعشرين بعيدا عن الاسام الصعبة اللي لسه حافزها من شوية بس بيقدموا تجربة استخدام حلوة في سعرهم هم افضل تجربة استخدام مؤلعاب تحت الميت دولار معجبنيش بصراحة الحافز وفلاك كبيرة في الاتنين واضحة جدا بس مش هتأثر معاك في المشاهدة والاستخدام واعجبني اكتر الكاميرا السيلفي والدزاين القديم هو اتلغى دلوقتي نادرا لما بتشوفه في موبايل الاتنين زي بعض شاشة فلات لكن ريلمي اي بي اس ال سي دي ومقاس ستة واربعة وسبعين انش كبير وحلو جدا للمشاهدة مع دكرة اتش دي مقبولة جدا في السعر ده وسطوع خمسمائة وستين شامعة وده افضل من الريلمي لان شاشته ربعمائة وعشرين شامعة بس وبرضو مش هتلاقي املت بالسعر ده وكبيرة ومناسبة للمشاهدة هي ستة واحد وسبعين انش مع دكرة اتش دي برضو في المجمل الشاشتين زي بعض هتحس بس بفرق اوضح شوية للريدمي واضاءة اعلى في الريلمي بس الفرين بتاع الاتنين ما تتوقعش اعلى من كده بس الجريب ان ظهر الريلمي بلاستيك بيدي لمع حاله مع الحركة عند الكاميرات ما هيوحيش ابدا انه بلاستيك ريدمي تحسه فخم اكتر وخمى جلدي بقى وشغل انديف بس مش جلدي زي الفلاكشيب طبعا ولا الفيال متوسطة البسيطة عليها تحسه شبه الجلدي الناشف شوية بس جميل جدا بصراحة والاجمل هو تصميم الكاميرات اللي شبه الايفون في الريلمي انتخيل ده لو حد يشافه من بعيد هيقول ده ايفون على طول وهو مش مكمل ربع تمنه اصلا وعجبني كمان شكل كاميرات الريلمي والتصميم اللي بقى منتشر جدا في كل الفئات حركة حلوة منهم عشان يحاسسوك ان الموبايل غالي يقامتوا فيه الاتنين مدخل شحن طايب سي من نوع دو والاتنين بيدعموا شارحتين ولو دي رابط فيهم الاتصال والمكالمات هتلاقيه ممتاز جدا بشكل عام اسمحولي امرت في ريلمي هنا لانهم عاملين معيار مقومة رازاز اي بي اربعة وخمسين بالسعر ده يعني ريلمي عدت كل الحدود حرفيا وريلمي مفوش خليه بقى لك بحب واجهة الريلو اكثر فهفضل النوت خمسين لكن الاتنين ممتازين جدا مش هيأثروا معك وتحديدا ريلمي لانهienenدرويد تلاتاشر مع وجهة ريلمي وآي تي بخلاف ريلمي فهو اندرويد اربعتاشر مع وجهة المي وآي مش هيأثره معك في اي استخدام بس هفضل الريلو لانه اكثر استقراراً في الفئة المتوسطة والاعتصادية. الاتنين واي فاي خمسة الممتاز في ريتمي انه بلوتوس خمسة وتلاتة. عكس الريلمي فهو بلوتوست خمسة بس. الاكثر تميزا انه معا راديو اف ام وده نادرا لما بشوفه في موبايل حاليا. مفوش خلي بالك. ولو بتفكر تجيب واحد فيه معشان الان اف سي فالاتنين مفهمش. وانت معادي اعمل اشتراك وفعل زر الجرس تقديرا للمجهود ده. واي كلمة حلوة شجعني احباك جدا. بالسعر ده بيطلع صور محترمة بس فضلت الوان وتفاصيل الريلمي اكتر مع كاميرا التناشر ميجابيرسل. وتحديدا في دوق النهار ده. ولكن في صور الاشخاص فضلت الريدمي اكتر مع كاميرا التمانية ميجابيرسل. بيطلع تفاصيل الوش مزبوط الشرب والوان ممتازة جدا. لكن البرتري هفضل للريلمي. لانه بيعمل بلور ممتاز جدا لكن مفتح الوان الوش فمش هفضله في النقطة دي. هتصور منتجات يبقى بدون كلام. واضح جدا فرق معالجة الصورة للاكل واضح وازاهي في ريدمي. عارس ريلمي مش موضح تفاصيل الاكل. وتحس الصورة غمقة مطفية. ريدمي هتحس الصورة بهتة بسيط مع اضاءة افضل. وده مغطي على اي سلبيات في معالجة الصورة. احكم انت بنفسك واقول لي في الكومنتات من الافضل. واضح العزل الممتاز في ريلمي لو ركزت ناحية الوش هتلاقي فيه اجزاء بينها ولكن مش مقصر على الصورة. والعزل الجميل ده بسبب الكاميرا التانية لتمانية من مية مية. عاملنا عشان تازل الخلفية بس. ودي موجودة في الريلمي وفي الريدمي زي بعض بالزبط. في النايت مود ريدمي بدون كلام. تفاصيل ممتازة والوان مزبوطة. هفضل ريدمي الوانه افضل تفاصيل اعلى. هنا اسيبك انت تختار بنفسك وتقولي في الكومنتات مين الافضل. الاتنين بيصوروا زي بعض فيديو الف وتمانين تلاتين فريم مقبولين جدا في السعر ده. الكاميرا السيلفي مقبولة في الاتنين لكن فضلت ريدمي اكتر. الوانه واقعية اكتر تفاصيل اوضح. بفرق واضح على الدقن والشعر لكن هفضل ريلمي في العزل بتاعه ممتاز ريدا. برغم ان الاتنين مش موضحيني نظارة من الجن. ولكن العزل ممتاز. وتحديدا لو بتلبس نظارة كبيرة ففي العزل مش هيبانوا الاتنين خالص. عيس تصور بورتريه محترم يا ايما تصور بنظارة صغيرة يا ايما تقلع نظارة خالص. هتلاقي بيطلع صور محترم اسواء ريلمي او الريدمي. في الدوق الشريد ودور النهار المرتفع هقولك ريدمي بدون كلام. شاومي متفوقه جدا في النقطة دي. ومتفوقه اكتر في تصوير الفيديو لانه بيصور الف وتمانين تلاتين فريم. عكس الريلمي هو اقل شوية سبعمائة وعشرين تلاتين فريم. بصراحة الاتنين مش الافضل بيطلع الوش ناعم جدا. ولكن مقابولين. معطرتش ان اره هتصور بهم فيديو بالسعر ده. الاتنين ممتازين مع بطارية خمس تلاف ميلي امبير واستخدام عادي هيستمروا الاطول وقت ممكن. مع ستين هيرتز. لكن لو هتطلع للتسعين هتحس بيستهلكوا اصرع شوية. والغريب واللي مش فاهموا لحد الوقتي اللي في شهن عشرة واط بس يعني اللي مفيش خمسة عشر عشرين خمسة وعشرين حتى. عشرة واط قليل جدا عن الموبايلات دي تخيل يا مؤمن بتشحنهم في التالة ساعات اللي شوية. يعني وقت كبير جدا. الريلمي بينزل بنسختين رامات تلاتة واربع ومساحتين تخزين اربعة وستين او مية تمانية وعشرين. الريلمي بقى حاب يطور من نفسه اكتر شوية. ينزلك رامات تلاتة واربعة وستة ومساحتين تخزين اربعة وستين او مية تمانية وعشرين. بالنسبة لي افضل لرامات اربعة ممساحت تخزين مية تمانية وعشرين في الاتنين كسعر كويسين جدا. لاجمل من الكل ده ان هم بيدعموا تركيب كارت ميموري. لحد وان وريلمي لحد اتنين طيرا. رقم كبير جدا. باختصارا ريتمي عجبني فيه الاداء العام والالعاب. ما عجبنيش الشحن العشرة واط. عجبني فيه الوان الكاميرات والتفاصيل. ما عجبنيش فيه العزل. ما عجبني تصميم الشاشة. ما عجبنيش ستوع الشاشة. ريتمي عجبني فيه الاداء العام والالعاب. ما عجبنيش برضو الشحن العشرة واط. عجبني فيه العزل جدا. ما عجبنيش بعض الصور والتفاصيل. عجبني فيه تصميم والشاشة. ما عجبنيش الكاميرا السيلفي. وعجبني ورود معيار اي بي اربعة وخمسين للرزاز. قادر اقول لك ان هما افضل موبايلين تحت الميت دولار بيقدموا كيمة ومقابل سعر. ولسه نزلين قريب. يعني معك موبايل السنة. وللعلم ده اول فيديو انزله عن موبايلات بالسعر ده. قررت انزله عشان الناس اللي بتسألني عن موبايلات رخيصة وعملية. انا جبتلك ده النهاردة. ما فيش ارخص واقع منهم. لو معك موبايل منهم قول لي ايه رأيك في كومنت لازيس كده واحكي لي تجيبتك. وانت معدي طبعا ما تنساش تنورنا على الاربع منصات الفيسبوك اليوتيوب الانستجرام التكتور عشان نكون اسرة مع بعضينا. واكبر اكتر واكتر وبتدي اوزع هدايا نفسي بجد. دومتم بخير دائما. سلام. اشتركوا في القناة